هو الوجه الآخر للقدم والعراقة لمدينة عاشت 12 قرن وجه اكتشفنا ملامحه بفندق الحجوي بالطلعة الكبيرة جزء كبير من الفندق انهار قبل أسابيع بسببها شاشته مخلفا ضمارا في شكل المكان وفي نفسية ساكنه لمدة 17 سنة عاشت فاطمة الزهراء في غرفة من ساحتها متران مربعة مكان لا يتسع للعيش والإحساس بالأمان معا لكن المكان كان رحبا للحديث عن حياة عارية من العيش الكريم نفس الغصة في حلق الجارة السيدة الزهية وهي تحكي عن معاناة تبدأ بالصعود لغرفة أشبه بزنزانة غرفة عاشت فيها 26 سنة تحية ديلي كل هذا زكرفيس فيمسح ببعث سنة عارب الساعدة مش هناك رك عارفة الحالة ديالة ديور الريبي ديور المهدومين البنية القديمة رك عارفة مش شي حيي رك عارفة تخليلي هذا الغبر عليك هذا كلامة لا الضوء لا هادي لهاديك محرومة جميع الحاجات محرومة هناك مع تولي الانهيارات أحصيت الدور المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة بفاس والعدد حاليا 1700 بناية أصدرت قرارات إفراغ هذه الدور حفاظا على سلامة الأرواح لكن الفقر جعل الساكنة تتخذ قرارا آخر وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس التي أحدثت من أجل بعث الروح من جديد في هذه الدور قامت بمجهودات ارتطمت كلها بواقع الحال بين الكاري ب150 درهم في الشهر وصاحب المنزل لعبة القط والفأر جميع المخاططات والبرامج لن تصلح وحدها من حال دور المدينة العتيقة بكبسة زير وأمل فاطمة الزهراء ومن يقاسمون هذه الظروف أن تصبح للحياة ألوان أخرى غير الأسود ترجمة نانسي قنقر